احنا فصل من فصول قناة السويس لابد انه يفتح لفصل جديد بوفاة سعيد باشا هذا الذي صدق الفكرة والفكرة القديمة الفكرة المصرية الخالصة من لحظاتها الاولى عشان لا احد يجرؤ على انتزاع الحلم منك انك انت كمصري من حلمت بهذه القناة وانت الذي حفرتها وصنعتها ولكنها استلبت منك بالغفلة بالغفلة طبعا والغفلة غفلة سعيد نعم غفلة سعيد سعيد باشا اللي في الامتياز بيقول صدقنا فردد اللي سيبس حاجة لا تصدق حتى في بيانات رسمية او في مواثيق رسمية بيكلم عن الصداقة وكانها هي صدارة المشهد وسبب القصة كلها خد بالك سعيد ايوة سعيد اللي سمح لابناء المشايخ او اجد يعني فتح ابناء المشايخ يخشوا في الجيش المصري بعد ما كان قصر على الفلاحين فقط وفتح لهم باب الترقي في الما اللي هو اللي صنع جيش عرابي ايوة اللي الغى الجزي عن المسيحيين ايوة اللي عمل كتير من الانجازات عمل حاجة اسمها معاش للمصريين لكن في لحظة في لحظة استلاب حقيقية من ديلي سيبس منحه هذه الدولة داخل الدولة مع نهايات عمر سعيد باشا وبرضو لانا ان نندهش مات عمر 40 سنة راجل مات عمر 40 سنة في شرخ شبابه ما كان لأحد ان يتوقع ان هذا السن الصغير بالمناسبة ديلي سيبس با اذا كان العلاقة بين الاثنين تستحق يعني ان احنا نتوقف كثيرا ديلي سيبس وصل لقرابة التسعين عاما من عمره هنا بقى دكتور مصطف الحفنة ويصف سعيد كما تصفوه كتب التاريخ حين وفاته تحلل جسده الضخم تحطمت اعصابه عاد اليه ضميره فقتله لما رجع ضمير سعيد فيه ما يخص ما فعله في قناة السويس لقى ايه اسوء لقى دولة داخل دولة لقى تكالب الدول الاستعمارية عليها لقى فردناد ديلي سيبس يعمل لصالحه ولا صالح بلده ولا صالح شركته دونما اي اهتمام ودونما اي التفات الى ان دي شركة مصرية على ارض مصرية بفكرة مصرية بقرار منوال مصري او حاكم مصر اللحظة دي لحظة المكاشفة والمصادمة اكتشف وصدم اكتشف اللي ود في بلده وازهب اليه شعبه وفي نفس الوقت اتصدم بالفرق كبير بين حلمه لهذه القناة وما بين الواقع الذي تصارت عليه هذه القناة وتلك الشركة وهي لسه بتتحفر نعم وهي لسه بتتحفر باب للتدخل باب للنفوذ باب للاستغلال باب للتعالي على مصر وشعبها كل ده كما بوصل الامر كمان الى انه لما قناة السويس والشركة اغرد سعيد على اصلاحات وعلى انفاقات فانتهى مدينة ب11 مليون جنيه خد بالي 11 مليون جنيه سنة 1863 رقم مذهل صحيح بعد شوية سعيد هيوصله ب90 مليون لكن 11 مليون فالمجتمع والبلد الغنية دي والبلد اللي كانت بتحلم قناة السويس ستعمل لها الدخل والمكانة اذا بيه يضمر الحلم عند سعيد باشا فيتحلل جسده الضخم وتتحطم اعصابه وعاد اليه ضميره فقتله فرديناند ديليسيبس كان بعيد عن اللحظة دي لما عرف بوفاة سعيد قرر انه لازم نروح يشوف صديقه والحقيقة كان فضل سعيد على فرديناند ديليسيبس عظيما رواية طبعا تقول ده نزل قبره يدفنه وهذا كلام فيه من المبالغة وفيه من محاولة التقديم عاطفة واين حتى حصل ده فده الحقيقة ديه اللي حاجة ممكن كان يعملها ديليسيبس السعيد مات محمد سعيد باشا في الثامن عشر تمنتاشر يناير الف تمامية ثلاثة وستين في مدينة اسكندري مات في ريعان شبابه لم يتجاوز أربعين ربيعا لما بعتوا الخبر لفردينيليسيبس في قناة السويس بسرعة جه ووصل عند اللحظة اللي كان بيوصل فيها على جثمان سعيد باشا في مسجد النبي دانيال بالاسكندرية حيث دفن أنا عدت كتير على فكرة بصلي في جامعة النبي دانيال ده وما انتنبهتش خالص لأنه فيها سعيد باشا فيها يرقد حالم بقناة السويس وأوصل مصر على مدى سبعة وتمانين سنة لغاية ما تعميم قناة السويس احنا بنتكلم على من دولة داخل دولة حصان ترواضة بنتكلم على شيء مهم جدا لابد ان احنا ننتبه له يا جماعة فيما يخص شركة قناة السويس في التوقيت ده ايه بقى ايه اللي اللي احنا مفروض نتنبه له لازم نتنبه من انه هذه الشركة لم تبدح مصر مليما واحدا لغاية سنة 1939 كيف جرى هذا كيف تحقق ذلك بيجي الخديو اسماعيل خديو اسماعيل من اللحظة الاولى قال لك انا عايز مصر تملك القناة مش القناة اللي تملك مصر تعبير مهم وهو رجل حالم ايضا من اسرة محمد علي عايز يجدد مصر عايز يطورها واجعلها قطعة من اوروبا وكل هذه الامور كانت على درجة من الحلم الكبير العظيم اللي حاول الرجل واكتهد ان يصل اليه لكن وسائل الوصول دي هي التي ادت في النهاية الى جحيم الوصول خد بالك كمان من انه قناة السويس على قد ما هي مخلب على قد مخلب للسيادة المصرية على قد ما هي مطمع انها لما تفتتح وتجري في مائها السفن والمراكب انت هتصبح على درجة من الغنى ودرجة من هنا المدهش انه الاغراء اللي طول الوقت موجود عند قناة السويس خلا يستدين يعني باكثر زعامات العالم استدانة تقريبا من غارق في الديون ايه اللي وصلوا لده حلمه وجنانه احتمال جنانه بالحلم يعني لكن معلاقته بقناة السويس خديو اسماعيل هي علاقة في منتهى القوة من اللحظة الاولى زي ما قلت لك كان هدفه حلمه اداءه منهجه ان مصر تبلك القناة مش القناة تبلك مصر او بالدقة كما قال ان تكون القناة في خدمة مصر وليست المصر في خدمة القناة منهج ممتاز هل تحقق